قال الرئيس الصربي أليكزندر فوتشيتش في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن الحواجز التي قامها مسلحون من الصرب في شمال كوسوفو ستزال في غضون ما يتراوح بين 24 و 48 ساعة مقبلة ويأتي إعلان الرئيس الصربي بعد أن يلتقى بممثلين عن الصرب كوسوفو في بلدة راسكا الصربية بالقرب من الحدود هذا وقام مسلحون من الصرب حواجز على طول الطرق في شمال كوسوفو كما أغلق المسلحون الطرق في أماكن أخرى في شمال كوسوفو ذي الأغلبية الصربية